بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحمة رب العز سبحانه وتعالى بعباده في الأحكام التكليفية أن الله تبارك وتعالى يخفف عن الذي لا يستطيع ومن هذا التخفيف في أيام رمضان أن الذي لديه عزر له رخصة أن يفتر ولكن السؤال إذا أدركني رمضان القادم وأنا لم أعوض ما علي من أيام هل يقبل الله تبارك وتعالى من الصيام يعني قضاء الأيام هو دين لله ودين الله تبارك وتعالى أحق بالأداء لكن من أدركه رمضان القادم ولم يستطع أن يقضي ما عليه من أيام فإن الله تبارك وتعالى يقبل منه صيامه لكن عليه أن يعلم أنه لا بد وأن يقضي ما عليه من أيام يعني مثلا المرأة التي كانت تردع المرأة الحامل أصحاب الأمراض والأعذار والسفر وهنا نقول أن الذي لم يستطع أن يقضي ما عليه من أيام بسبب عزر يعني أصابه عذر زي المرأة الحامل ثم أدركها الرضاع فلم تستطع أن تقضي إلى أن أتاه رمضان القادم فهذا عذر فعليها أن تقضي ما عليها من أيام فقط ومن تكاسل في قضاء ما عليه من أيام شخص تكاسل ويتهاون في قضاء الأيام فعليه أن يقضي ما عليه من أيام وعليه أن يطعم مع كل يوم مسكينا إلا إذا كان ثقيرا ليس لديه ما ليستطيع أن يطعب معه المسكين فيكتفي بقضاء اليوم فقط وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى ترجمة نانسي قنقر